السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض ازاي ننظف السجاد بطريقة سهلة بسيطة ولو عندك كريم منتهي السلاحية يلا بينا نشوف هنعمل بي ايه لو بنتك او ابنك الصغيرين بهدوليك سجادتك بالروج هقولك الحل النهاردة ازاي تنظفيها وبكل سهولة ومن غير مية يلا بينا شكملوا معي الفيديو عشان تشوفوا ان نظفت السجاد ازاي يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه اوضل الصلاة والسلام بس الاول مرة يشوف كناتي ما ينساش ينزل اشتريك بيها ويفعل الجرس على الكل علشان كل مناسة الفيديو جديد يوصلوا اشعار بيه انا دلوقتي هعمل التجربة قدامكم عملي هتجيب سبع الروج اهو وحبتدي ان انا احط منه على السجادة اوه بتقولولي عشان حصل معي قبل كده ومن ضفتش خالص يعني انا بعمل ومتأكدة جدا ان انا مش ببوس الجدي طبعا انا متأكدة ان انا هعرف انضفها حصل معي الموضوع ده قبل كده وقلت اقفيتكو بيه بنوتي يا حبيبتي ربنا يا خليها لي بس يلا الحمد لله مدام في حل خلاص فداهم اهو بتجيب منديل مفروش اي حاجة وبمسح بيه بس عشان اواريكم ان هي لو جيت انا مسحتها بالمنديل مش بتمسح وبالمرة بتتك اكتر عشان تبقى متغلغلة جوا النسيج اخينا واريكي هنضفها ازاي وكل سهولة الكريم ده كريم شعر وهو منتهي الصراحية عندي فانا بقى بستغله في حاجات كتير وان شاء الله هبقى كل مرة نزلكو بيه حاجة يا اما كريم ويش اي حاجة اي كريم عندك هتبتدي ان انتي تجيبي حبة منه وحلوين كده وتحطيهم على البقعة بتاعتك وحاتسيبيها تقريبا بتاع عشر دقائق كده يعني كل ما تسيبيها كل ما يكون افضل كل ما هي تمص البقعة وحاسبكو وحرجعلكو بعد شوية يكون ايه امتص شوية اهو رجعت خلاص وحنجيب بقى المنديل ونبتدي نمسح المنديل اهو فاضي مفوش اي حاجة وحبتدي امسح عادي جدا يبقى مننا استغلينا الكريم البوايز اللي عندنا ومننا نظفنا السجادة بتاعتنا بصوا بقى شفتوا ما شاء الله ولا اكين دي اي حاجة حصلت لسه بس دي فيه لون خفيف شوية هجيب حتة كريم تاني وحط تاني مفيش اي مشكلة خالص دايما احنا بنعمل اي حاجة في البيت نصمي اذن ثمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام نختار اسم اصناء الله الحسنة كده ونذكر بي الله علشان خاطر ربنا يتم من قلوبنا دايما ودايما يبقى في بركة في بيوتنا بصوا قعدت اعمل باديها كده علشان خاطر لازق في النسيج من جوه انا اتكيت قوي بقلب وبس كده شفتوا هاهل ازاي خلي بقى اولادنا يلعبوا براحتهم وميبقى الشايلين حمل انا وانا لسه عروسة كنت عندي طبعا كريمات كتير بقى بتاعت جسمه بتاعت بشرة وبتاعت شعر كانوا كتير ولدرجة انه هم بوزوا يعني للاسف صلاحيتهم انتهت وانا شطرة جدا روحت رامياهم كلهم في الزبالة بس بعد كده عرفت الطريقة دي ما بقيتش قريمي اي كريمات خالص وبقيت اسيبهم انه ممكن لو نسيتهم او غصبا عني ما استخدمت همش او جبت كريم وما عجبنيش فبستغله في الحاجات اللي زي دي بقى مننا ايه قعدنا تدويره يعني يا رب تكون الفكرة عجبتكم النهاردة اقول لكم تاني وتنصرش تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ولو الفيديو عجبكم بتنسميش بدعوة حلوة بقى اهو باكد تاني عليكم ماخدش معي اكتر من الوقت اللي انا عملتي بالفيديو شايفين تلات اربع دقايق هتكوني نضافتي كل حاجة عندك والدنيا بقت زي الفل احنا في ساقعة ومش في حمل بقى نروح نغسل سجاد او كده والله وحتى لو غسلتها مش هتنضاف يلا حاسبكم بقى فرعاية الله ويراب تكون الوصفة عجبتكم ومع السلامة